السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات نرحب بكم في الإحاطة الإعلامية التي تنظمها حكومة دولة الإمارات لعرض تفاصيل ومستجدات الوضع الصحي المتعلق بمرض كوفيد-19 الحد من انتشار الفيروس في دولة الإمارات مستمر من خلال جهود أبطال خط الدفاع الأول في توسيع نطاق الفحوصات والإنجاز الكبير الذي تحققه الجهات الصحية في الدولة نعلن لكم اليوم ولله الحمد عن تجاوز عدد الفحوصات الطبية حاجز الثلاث ملايين ونصف على مستوى الدولة وباستخدام أفضل وأحدث التقنيات أما بالنسبة للفحوصات اليومية فقد بلغ عدد الفحوص الجديدة اثنين وستين ألفا وثمان وعشرين فحصا كشفت هذه الفحوصات عن تسجيل أربعمائة واثنين حالة إصابة جديدة تتلقى جميعها الرعاية الصحية وبذلك يصل إجمال الحالات المسجلة إلى تسع وأربعين ألفا وتسع وستين حالة كما نعلن عن تسجيل خمسمائة وأربع وتسعين حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى ثمان وثلاثين ألفا ومائة وستين حالة وبتحليل هذه الأرقام نلاحظ ولله الحمد ارتفاع متوسط حالات الشفاء اليومية من خمسمائة خلال شهر مايو إلى ستمائة وأربعين وخمسين حالة خلال شهر يونيو الماضي كما نلاحظ أيضا انخفاض متوسط الإصابات اليومية عن سبعمائة واثنى عشر حالة خلال شهر مايو إلى أربعمائة وسبعين حالة خلال شهر يونيو الإخوة والأخوات يؤسفنا اليوم كذلك الإعلان عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد 19 ندعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وبذلك يصل إجمال الوفيات في الدولة إلى ثلاثمائة وستة عشر حالة وبناء على مستجدات الحالات اليوم والأرقام يصل عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج عشرة آلاف وخمسمائة وثلاث وتسعين حالة نتمنى الشفاء لهم جميعا بإذن الله السادة الكرام نود إعلامكم أن دورية الإحاطة خلال الفترة القادمة سوف تتغير لتصبح حسب المستجدات والإجراءات التي تعودنا إطلاعكم عليها وسيثم الإعلان عن مواعيدها من خلال القنوات الرسمية السادة المشاهدين والمستمعين خلال المرحلة الماضية حرصنا على التواصل معكم عبر الإحاطات الدورية أعلننا العديد من القرارات وكشفنا عن جهود جبارة بذلتها وما زالت تبذلها مؤسسات الدولة من أجل مواجهة الوباء والحد من انتشاره لحماية المجتمع التزمنا خلال الإحاطة الدورية بالتواصل معكم ومشاركة المجتمع ووسائل الإعلام بكافة المستجدات والإجابة على تساؤلات الجمهور واجهنا سويا تحديات كثيرة واستطعنا بفضل الله في المقام الأول ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وبجهود الأبطال في خط الدفاع الأول من تجاوز مواقف صعبة ومع بداية انتشار الجائحة قامت دولة الإمارات بحزمة من الإجراءات التي جاء في مقدمتها تأسيس مراكز الفحص في مختلف أرجاء الدولة في وقت قياسي وتجهيزها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة وإطلاق برنامج التعقيم الوطني الذي تم من خلاله تعقيم المرافق والمنشآت العامة ووسائل النقل العام والمترو وحرصا على سلامة المجتمع وصحة أفراده طبقت دولة الإمارات نظام العمل عن بعد مستفيدة من البنية التحتية الرقمية التي أسستها واستثمرت فيها على مدار أعوام طويلة ونتيجة لهذا النهج الوطني استمر تقديم الخدمات إلكترونيا لضمان استدامة الأعمال والتسهيل على المتعاملين وتلبية متطلباتهم كما صاحب ذلك قيام حكومة الإمارات بخطوات اقتصادية مهمة مع توجيهات بعدم توقف أي مشروع استثماري أو إعماري واعتماد حزم اقتصادية لدعم المؤسسات والشركات واستمرار نشاطها وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات الناجمة عن انتشار الفيروس وتم أيضا تطبيق نظام التعليم عن بعد الذي استطاع من خلاله أكثر من مليون ومئتاء ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الوطنية مواصلة العام الدراسي بدعم مجتمعي كبير من أولياء الأمور والمعلمين ومن الطلبة أنفسهم ومع مرور الوقت حرصت حكومة الإمارات على التأكيد بأن الأمن الغذائي أولوية وضرورة قصوى وطمأنت كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة أن الإمارات قادرة على توفير الغذاء والدواء إلى ما لا نهاية وانطلاقا من الثوابت والقيم التي تتبناها الإمارات منذ تأسيسها وصلت الدولة تقديم المساعدات الإنسانية للقاصي والداني من خلال تقديم الدعم لأكثر من مليون من الكوادر الطبية حول العالم حتى اليوم كجزء لا يتجزأ من سياستها الخارجية لتعزيز التعاون الدولي الإخوة والأخوات الجهود التي بذلتها فرق العمل في المؤسسات المختلفة الصحية والأمنية والمجتمعية إلى جانب الآلاف من المتطوعين من المواطنين والمقيمين الذين ضربوا للعالم بأسره مثالا رائعا عن الحس بالمسؤولية والانتماء للمجتمع الذي نعيش فيه كل هذه الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية ولا تزال شكلت الأساس الذي نقف عليه الآن وكلنا مسؤول اليوم عن ترسيخ جذوره لنصل بثبات إلى نتائج أفضل ويجب علينا أن لا نهدر كل ما حققناه بل ينبغي أن نحافظ عليه ونستكمل مسيرتنا للوصول إلى التعافي التام بإذن الله الإخوة والأخوات نؤكد لكم أن القرارات والإجراءات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة ويلتزم بتطبيقها أفراد المجتمع ستحدد بشكل كبير ملامح الفترة القادمة وعدم الالتزام قد يؤدي إلى نتائج صعبة ومؤلمة ومن الواجب توجيه الشكر لكل من يستحق والتذكير بكل ما حققناه كي نحافظ عليه ونستشعر مدى المشقة والتعب الذي عاشه الكثير من أبطالنا حتى نصل إلى هذه المرحلة إخوتي وأخواتي معنا اليوم الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة لإطلاعكم على مجموعة من النصائح الصحية المهمة للمرحلة القادمة كما يشاركنا في الإحاطة المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث والدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الحمد لله عادت أغلب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للحياة تدريجيا ولكن الوضع الصحي لا يزال محفوفا بالمخاطر بخطر كوفيد-19 والفترة الحالية هي فترة حريجة خلال متابعتنا للحالات والوضع الصحي المرتبط بالمصابين في الفترة القليلة الماضية لاحظنا تفاوت في الأعراض التي قد تظهر لدى بعض المصابين وتختلف من شخص إلى آخر هناك أيضا بعض الآثار التي يتركها المرض لدى بعض المتعافين وتختلف كذلك من شخص إلى آخر لذا نؤكد لجميع أفراد المجتمع تجنب الإصابة وأهمية المحافظة على سلامتهم من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية على أنفسهم وأيضا ومن حولهم لأن الإصابة بالمرض ليست بالشيء الذي يستهان به كما نذكر الجميع بأن التدابير الوقائية المطلوب اتباعها خلال هذه الفترة القادمة لحماية أنفسنا وأسرنا ومنها عند التواجد في الأماكن العامة أو مراكز التسوق يجب الحرص على ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين ويجب أيضا أن نحرص في كافة الأوقات على اتباع الإجراءات الوقائية الأساسية مثل غسل اليدين جيدا بانتظام بالماء والصابون وأيضا استخدام المعاقمات لليدين أيضا اتباع الممارسات الصحية مثل تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس وتجنب لمس العين والأنف والفم كما ننصح الجميع باتباع نظام غذائي صحي وممارسة الأنشطة الرياضية لرفع مناعة الجسم الإخوة والأخوات هذه الإجراءات على بساطتها ولكنها لها تأثير كبير وفعال ولا يجب أن نستهين بها ومن شأنها أن تقلل فرص الإصابة بشكل كبير لا سيما عند التواجد خارج المنزل يجب أن نعي أن دور كل واحد مننا في تحقيق النجاح مهم جدا ولا يزال التحدي لكوفيد-19 مستمر فلنحافظ على سلامتنا جميعا تمنياتي لكم بالصحة والسلامة الأخوة والأخوات معكم المستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بينما تقف الجهات المعنية بالدولة بالمرصاد لأي تجاوز أو خرق للإجراءات والتدابير الاحترازية قلقا منها على صحة وسلامة أفراد المجتمع وإيمانا منها بإدراك الجميع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل منها في المحافظة على صحته وجميع أفراد أسرته ورغم حرص الجهات المعنية على التنويه المتكرر والإحاطات الإعلامية المتتابعة إلا أن العديد من المخالفات ما زالت تقع في أبسط صورها والمتمثلة في عدم ارتداء الكمامات وأن البعض يظهر سلوكه استخفافاً بتنفيذ الإجراءات الاحترازية مما يخشى معه وقوع آثار سلبية قد تفضي إلى معاودة التشديد في الإجراءات وبناء على قرار النائب العام بشأن تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية المعلنة سابقاً نعرض لكم اليوم صور بعض المخالفين أولاً مخالفات عدم ارتداء الكمامات في المركبات النقل الخاص وتضمنت مخالفات لأفراد من الجنسية الآسيوية ثانياً الخروج والتنقل في أوقات الحظر تضم شخصاً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط ثالثاً مخالفة القرارات الصادرة من كل إمارة للحد من انتشار الأمراض السارية وتضم شخص من مواطني دولة الإمارات وشخص من الجنسية الآسيوية رابعاً منع وتقييد التجمعات وإقامة الاحتفالات الخاصة وتضم أفراد من الجنسية العربية الأخوة والأخوات نهيب بالجمهور الكريم مواطنين ومقيمين بضرورة التقيد بالإجراءات ونؤكد أن الجهات المعنية بالدولة حريصة على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً لجميع الخدمات والأنشطة من خلال اختيار الوقت المناسب وبين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم فليكن الجميع على قدر المسؤولية شكراً لكم الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وصلتنا العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول القرارات المرتبطة بفتح المجال الجوي والطيران في دولة الإمارات وبروتوكول السفر للمواطنين والمقيمين نود معكم استعراض وتوضيح بعض المحاور المهمة لا تزال كافة دول العالم تقيم الأوضاع الصحية ولازلنا في دولة الإمارات نتابع الأوضاع عن كثب ونقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها حيث الناقلبها لا تزال مقلقة لمجالاتها الجوية أولاً يتوجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر وقبل المقادرة تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ثانياً نؤكد أن السفر بقرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموح في الفترة الحالية حيث سيكون محدد لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي المهمة والبعثة الدبلوماسية المهمة الرسمية لموظف القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى رجال الأعمال في القطاعات التجارية والاقتصادية من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى المقيمين في دولة الإمارات الراقبين في السفر إلى بلدانهم والعودة ثالثاً ننصح كل المسافرين بالاطلاع على اللوايح والإرشادات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد-19 الصادر في بلد الوجهة وكذلك اللوايح والإجراءات الخاصة بدولة الإمارات لضمان سلامة ووقاية المجتمع وذلك من خلال مواقع شركات الطيران وشركات السياحة الأخوة والأخوات اعتماداً على اللوايح الوجهة المطلوبة قد يتطلب إجراء فحص مخبري بحيث يتم إجراء الفحص قبل 48 ساعة من السفر وتقديم تقرير الفحص من خلال التطبيقات أو نتيجة الفحص ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية لفيروس كوفيد-19 نؤكد على ضرورة الالتزام بتعبية استمارة إقرار الحالة الصحية عن طريق شركات الطيران إلكترونياً أو عند منصة تسجيل المسافرين في المطارات ويقر فيها بعدم السفر إلى بلد من الفئتين متوسطة الخطورة وعالية الخطورة ما لم يصرح له بذلك والالتزام بجميع القواعد الاحترازية المفروضة في الدولة والالتزام بمدة الحجر الصحي عند العودة وفي حال المخالفة يعرض الشخص نفسه للمسائلة القانونية ننصح المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر ومن غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن سبعين عاماً بعدم السفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج عند السفر نؤكد على ضرورة المراقبة الذاتية المستمرة للحالة الصحية وفي حال مرض المواطن عليه أن يتبع الإجراءات المتعارف عليها والتيوجه إلى أقرب مركز طوارئ باستخدام التأمين الصحي الدولي كما يجب التواصل مع بعثات الدولة في حال ظهور الأعراض أو في حال الطوارئ الصحية الأخرى إن لزم الأمر في حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة يتوجب عليه إبلاغ سفارة دولة الإمارات من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة عند العودة من السفر يجب على المسافرين ممن تظهر عليهم أعراض المرض التوجه إلى المركز الصحي في المطار ليتم عزلهم وتقييم حالتهم قبل تحويلهم إلى الجهات الصحية في الإمارة في حال اجتباهم في الإصابة عند العودة يشترط القيام بفحص PCR في المطار والحجر المنزلي لمدة 14 يوم ويكون الحجر لمدة سبع أيام فقط للعائدي من الدول منخفضة الخطورة في حال عدم توافر شروط الحجر المنزلي كما وردت في البروتوكول المعتمد يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة الأخوة والأخوات الاشتراطات التي ذكرناها هي اشتراطات استرشادية على المستوى الوطني مع مراعاة عدم الإخلال بالتعاميم والإجراءات والاشتراطات المعلنة من السلطات المحلية نحن في مرحلة مهمة ونحتاج الالتزام وتعاول الجميع لإنجاحها ويستم التحديث على الاشتراطات السفر بناء على ما يتم رصده من متغيرات مع تعكيدنا أن كافة الناقلات الوطنية في الدولة تراعي ما نص عليه ببروتوكول السفر وتلتزم بالمتطلبات المحددة من الوجهات المقادرة لها نتمنى السلامة والصحة للجميع وشكرا لكم الإخوة والأخوات ما زالت جهود الدولة مستمرة في الحد من انتشار مرض كوفيد-19 ولم نتوقف حتى اليوم فما زال أمامنا خطوات مهمة وإجراءات قد تتسجد في قادم الأيام بحسب الظروف والوضع الصحي فلنحرص على سلامة أنفسنا وأسرنا وسلامة بركة الدار من كبار المواطنين والمقيمين وبأصحاب الأمراض المزمنة واجبنا جميعا عدم تعريضهم لخطر الإصابة فلنتواصل معهم بحذر ونراعي كافة الاحتياطات لحمايتهم ورسالتي إلى كل أم وأب مع بداية العطلة الصيفية لنحرص جميعا على توفير كل سبل ووسائل الحماية الممكنة لأبنائنا ومستقبل وطننا فلينعموا دائما بالصحة والعافية وقبل الختام نذكركم بأن دورية الإحاطة ستكون بناء على المستجدات والإجراءات في الفترة القادمة وسيستمر تواصلنا بإذن الله نترككم في حفظ الرحمن ودمتم آمنين